لا يزال الكيان الصهيوني مصرا على استمرار عدوانه على قطاع غزة بحربه التي أكلت الأخضر واليابس رغم عدم تحقيق أهداف الكيان المعلنة من هذه الحرب ورغم الخسائر الفادحة التي ضربت الاحتلال في مقتل وقوضت من قدراته العسكرية في قطاع غزة الله أكبر وفي مقابل ذلك الإصرار على تدمير كامل غزة وتهجير سكانها تكشف صحيفة اندبندنت البريطانية عن ضغوط دولية متزايدة على نتنياهو وقادة حربه لوقف إطلاق النار في غزة بعد أن بات الإسرائيليون يفقدون ثقتهم في نتنياهو خاصة بطريقة إدارته للحرب فيما يرى قسم آخر أن عهد نتنياهو انتهى وجمهوره بات ينتفض ضده مطالبا إياه بالرحيل ثم المحاكمة والسجن بتهم الفساد والمسؤولية عن أحداث السابع من تشرين الأول الماضي ورغم تلك المعطيات إلا أن نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب في قطاع غزة من أجل إنقاذ نفسه سياسيا حتى ولو تحولت غزة إلى مكان غير صالح للعيش وفقا لمجلة ذي نيشن الأمريكية فشكل الحرب في غزة قد يتغير قريبا لكن نهاية هذه الحرب لا تلوح في الأفق على المدى المنظور بحسب مجلة الإيكونوميست البريطانية وبعد مرور أكثر من مائة يوم على الحرب تعتقد واشنطن أنه الوقت المناسب لتقلص إسرائيل هجومها العسكري وتتجه إلى ما وصف بمسار إلى الدولة الفلسطينية وهو ما تؤيده الصين بدعوات مماثلة تحث على وضع جدول زمني محدد وخارطة طريق لتنفيذ ما يعرف بحل الدولتين طرح لا تؤيده للمقاومة الفلسطينية ولا قادة الكيان المحتل حيث تؤمن المقاومة بأن فكرة حل الدولتين أصبحت من الماضي بعد العدوان الصهيوني وآثاره المدمرة على السكان والبيئة في غزة والضفة وسياسات الاحتلال الإقصائية العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني بينما يرفض الكيان إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس لكونه لا يعترف أساسا بهذه الفكرة التي تعارض مشروعه القائم على التوسع والاستيطان المستمر أملا بتصفية القضية الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر